السلام عليكم طلاب العزاء طلاب الصف العاشر في مادة التربية المهنية اليوم بدنا نكمل مراجعة درس اللحوم طرقنا المرة الماضية لمراجعة اللحوم الحمراء اللي كانت متمثلة بلحوم الأغنام والبقر وما إلى ذلك وحكينا كيف نعملها كيف نشتريها وشو مواصفات الجودة تبعتها وكيفية طهوها اليوم بدنا نحكي عن اللحوم البيضاء اللحوم البيضاء هي التي تشمل الأسماك والدجاج شو القيم الغذائية الموجودة فيها في عنا بروتينات وفيتامينات وعناصر مدنية فيها في عنا ملاحظة لابد من التنويه عليها وهو أنه يجب أن يراعي البائع متطلبات الصحة والسلام العامة في التعامل مع اللحوم والتأكد من تطبيقها لقواعد النظافة الشخصية والعامة في المكان لتطبيقه مواصفات الجودة للحم الدجاج يجب أن يكون متماسك يجب أن يكون لحم الصدر ممتلئ اللي هي ما يكون أول شيء متماسك ومليان رائحة تكون سليمة وخالي من الكدمات أو البقع أي أن كان لونها حسن بالنسبة لرائحة جيدة إحنا كنا منعرف أن رائحة الدجاج فيها الزناخ بس ما تكون رائحتها في رائحة الدجاج الفاسد تختلف عن الرائحة الطبيعية هاي الدجاج بالنسبة لطهو الدجاج نفس اللحم الحمراء يا أما عن طريق الصلق بالماء أو الطهو الرطب أو عن طريق الطهو الجاف عن طريق الشواء هسا لما إحنا بدنا نشوي اللي هي نطبخه بشكل جاف مش بمي يفضل نقعه بالتواب المدة زمنية كافية مشان يتشبع الطعم يعني هسا للتخلص من الروائح العالقة بالدجاج لما إحنا بدنا نغسله يفضل فركه بالملح للطحين الليمون وأن يغسل بالماء عشان تروح رائحة وطعم الزناخ من الدجاج ها يفعلنا دجاج اللي هو عن طريق الشواء وهي يفعلنا عن طريق الصلق بالنسبة لأسماك الأسماك تعد أيضا من اللحوم البيطاء مواصفات الجودة للحم السمك نفس مواصفات الجودة للحم اللجاج أن يكون نسيج متماسك ومرن السمك يتميز بأنه في عنده قشور فبالتالي القشور لازم تكون متماسكة ومتصلة بالجلد عيون السمك إذا كان السمك ذو رأس تكون عيون السمك يعني غير غائرة غير إنها تكون مبينة بارزة وغير غائرة تكون الرائحة طبيعية كما إنه الخياشيم تكون حمراء وردية بلون الخياشيم حمراء وردية هاي أهم ميزة هيك بدي يكون السمك الطازج وهيك بنكون خلصنا الدرس آآ إن شاء الله بشوفكم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ